حقوق الإنسان المسيح هو ضد التمييز العنصر بتشوفها رواضح في غلاطية وفي تعليم المسيح بتشوف كيف يتعامل مع كل المستويات من المجتمع ماذا عن العدالة الاجتماعية المسيح قدم محبة غير مشروطة للجميع بغض النظر عن الخلفية عن اللغة عن العرق عن الجنس قالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني وأنت أول شيء رجل أنت رجل وأنا امرأة مش بس امرأة امرأة سامرية بعدين أنت يهودي وأنا دائما هذه العنصرية موجودة بين دين ودين بين رجل ومرأة بين عرق وعرق يعني بتشوفوا إلى يومنا هذا سم الكراهية ولغة الكراهية وتأثير الكراهية عم بيصل إلى كل مستويات المجتمع أين العدالة الاجتماعية أين الحقوق للجميع أنا بحب أحيي كل الرؤساء في دولنا العربية اللي فعلا ابتدأوا في هذا المواضيع وهني فعلا مثل صالح في هذا المجتمع لكن ليه ما يكون في تساوي بالكامل ليه إنه الإنسان ممكن يكتب أي كتاب بدون ما يتهم بكراهية الدين أو بأي يعني ضد الأديان ليه إنه إذا الإنسان ما يختار دينه ليه الإنسان إذا ما يغير اسمه وهكذا أسئل كتير آه أنت ما هو أنت مش فاهم الوضع إحنا عم نحمي فيك لا ليه ما بتوضع قوانين اللي تعالج الرشوة والغش والكذب والخداع والصرقة والنهب وكل هاي الأمور اللي بتهدم المجتمعات فين العدالة الاجتماعية المسيح أحب الجميع بغض النظر وبتشوفه من علاقاته مع كل الناس من خلال الإنجيل المقدس المسيح هو الجواب لمشاكل العالم هو اللي بيسدد احتياجات الناس هو اللي أشبع الجياع اهتم بالاحتياجات النفسية والجسدية والروحية كان يجول يصنع خيرا روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلب كان بيجول بيصنع خير في كل مكان كان قلبه مليان حنان ده مرة اهتم بأصحاب العرص لما نفذ الخمر وكانت بهدلة اجتماعية أنقذ الموقف حتى اهتم بضريبة بطرس أنه ألقى الصنارة وصاد سمكة وطلع منها العملة وعلم أنه إحنا واحد وأنه كسر الحجاز الحاجز بين اليهود وبين الأمم اهتم بالأطفال اهتم بالنساء اهتم بالغرباء الأمم لدرجة أنه دخل إلى الهيكل واضطر أنه يطهر الهيكل من الباعة والسيارفة استغلوا المكان وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص اهتم بالعبيد اهتم بالمظلمين مع أنه في أيام المسيح 70% من الإمبراطورية الرومانية كانوا عبيد اهتم بالمظلمين بالمضطهدين اهتم بأدنياء القوم اهتم بالزنا اهتم بالعشرين اللي بيجبوا الضرائب اهتم بالأرملة أقام ابنها لأنه هو الوحيد اللي ممكن يعيلها اهتم بالسامرية وكسر كل الحواجز العرقية اهتم بالمرأة المنحنية وقال وهي ابنة إبراهيم يعني فرك منخير المتدينين اللي كانوا بظنوا أنهم أبناء إبراهيم طهر الأبرس وشفاء الأعمى وحرر المقيدين بالشياطين مين ممكن يعمل هذا الشيء قل لي أي نبي اللي بيطهر أبرس واللي بيشفي مولود أعمى ويقيم ميت ويخلقه من جديد مين اللي عنده السلطان والقوة أنه يخرج الشياطين بأي اسم بأي نبي بأي قوة صراحة وبس نحن نتكلم كلام بدون طبعا المحاسبة على كلامنا المسيح حارب العنصرية عالج مشكلة الغنى وتوزيع الغنى وقال حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك أنا بتأمل من خلال هذا الكلام أنه لمسك شيء حتى في الأمور الاجتماعية عن هوية يسوى موسيقى اشتركوا في القناة